موسيقى السلام عليكم بدأت الانتفاضة العربية بشاب تونسي أحرق نفسه وامتدت إلى عواصم أخرى صدحت فيها حناجر الشباب العربي بالتغيير السياسي الجذري الشباب الذي هو وقود الأمم وعماد قوتها ومادتها كيف هي حاله عربيا؟ وأي دور أداه في الحراك الدائر منذ أكثر من عقد من الزمان؟ كيف يمكن تثمير طاقات الشباب العربي؟ وماذا عن التحديات التي تعيق أداءه؟ في هذا السياق شهدت مدينة إسطنبول مؤتمر شباب التغيير الذي بحث فرص التغيير الحقيقي في الوطن العربي والتحديات على الطريق حلقة اليوم من برنامج حديث العرب حلقة اليوم من برنامج حديث العرب تتوقف مع الشباب العربي ودوره في معركة التغيير التي تشهدها المنطقة العربية أهلا بكم صدر موضوع الشباب خلال الأعوام القليلة الماضية اهتمام حكومات عربية عديدة وأصبح ملفا ساخنا على طاولة المسؤولين بعد أن تحول المنظور العام للشباب من سياق اللامبالات وعدم الاكتراث بالشؤون العامة إلى وصفهم بقوة التغيير والتحريك الفاعلة في الشارع العربي بموازاة هذا الاهتمام الرسمي العربي الذي أخذ صورا متباينة متنوعة عقدت المؤتمرات وكتبت الأبحاث عن الشباب بوصفهم شريحة اجتماعية ذات خصائص معينة حتى أخذ موضوع الشباب استقلالية على صعيد الاهتمام الأكاديمي والبحثي والسياسي بصورة عامة في اسطنبول انطلقت فعاليات مؤتمر شباب التغيير للحديث عن حراك الشعوب في بلدان الربيع العربي بعد أكثر من عقد على انطلاقتها وشارك في المؤتمر شخصيات سياسية ثورية وهيئات ومنظمات عربية للحديث عن مسيرة الثورات العربية والعقابات التي واجهتها ومآلات التغيير بالإضافة إلى التفاعلات الدولية والداخلية وقدرة الشباب العربي على كسر حواجز الخوف والوعي الشعبي بأبعاد الثورات وشارك في مؤتمر شباب التغيير الذي حمل عنوان عقد من النضال وخطوة للمستقبل مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري الذي أكد على أن ثورة تشرين تعبر عن فكر ثوري عربي وأن النظام السياسي في العراق صمم من أجل استئصال مكونات مجتمعية بعينها وأن البلاد العربية تعاني من الاحتلال الأمريكي والروسي والإيراني إضافة إلى الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عقود لفلسطين عراق دخل ثورات الربيع العربي في موجتها الثانية في عام 2012 في 25 شباط كانت هناك ثورة في 14 محافظة عراقية ثم قمعت بالحديد والنار ولكن لم يسمع عنها بسبب انشغال العالم بالثورات في البلدان الأخرى ثم عادت هذه الثورة في عام 2013 واستمرت لمدة سنة كاملة بانتفاضة المحافظات الست ثم ثورات بعد وانتفاضات في محافظات مختلفة وأخيرا قبل سنتين انتفاض التشرين التي تعبر عن فكر ثوري عربي المرحلة القادمة أمام جيل جديد من الشباب آخذ في التنامي والتطور يشعر بالقلق تجاه مستقبله ولليه استراتيجيات وتكتيكات وخطاب ولغة مختلفة نحو التغيير والخروج من قفص الخوف والرعب من الاشتباك مع الواقع السياسي للحديث عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ رضا فهمي رئيس مؤسسة ميدان كما ينضم إلينا أيضا الأستاذ حامد ممتاز وزير الحكم الاتحادي الأسبق في السودان أهلا ومرحبا بكما نبدأ معك أستاذ رضا يعني الآن كما تراقب وتتابع عشرة أعوام من الحراك الشعبي العربي حراك يعني معبأ برائحة الدم إذا صح التعبير من دون أن يرى أثر حقيقي لهذا الحراك هل هذه المدة يعني طويلة نسبيا أم تدخل في دائرة طبيعية بسم الله الرحمن الرحيم أولا عشرة يعني عشرة سنوات في عمر الثورات في الحقيقة لا شيء يعني أما فكرة لم يرى أثر طبيعي فهو في الحقيقة يعني يعني يبدو لأن هناك مغالطة في المسألة دي الآن ثورات الربيع العربي نجحت في الإطاحة بأربعة من رؤوس الأنظمة المستبدة في المنطقة أطاحت أطاحت رؤوس نعم لكن الأنظمة بقيت لا بأس عادة يعني خبرة التاريخ يعني تقول أنه أغلب الثورات التي حدثت في التاريخ الأصل فيها أنها لم تحقق أهدفها من الجولة الأولى يعني السياق التاريخي على مدار القرون وليست العقود الماضية تقول أن أغلب الثورات التي قامت لم تحقق أهدفها من الجولة الأولى لكنها صرعان ما تعود مرة أخرى وتعيد الكرة على الثورة المضادة نحن اليوم بنتحدث عن عشر سنوات مضت على يعني ثورات الربيع العربي كنا في السابق سواء يعني كحركات تحرر وطني أو حتى كأحزاب معارضة داخل أوطننا كان سقف طموحاتنا أنه يعني ينجح بعض أعضاء يعني هذا الفصيل أو هذا الحزب في البرلمان أو في الانتخابات البلدية أو حتى في النقابات المهنية أو أحيانا عندما بعض يعني الوجوه يعني من النخب والمثقفين كانت تحظى بقبول داخل الجامعات أنه يعني يتدرك فيه داخل الجامعة في هيئة التدريس إلى آخر وكان يعتبر أن هذا إنجاز ضخم لكن عفوا أستاذ رضايني حتى بهذا المعيار وبهذا المستوى يعني هذا بات حلما الآن مثلا في مصر وتونس تيارات سياسية حزبية ذات رصيد تاريخي كبير الآن تحلم بأن تطأ قدمها الأرض البلاد يعني ليس لها وجود في الحكومة ولا في البرلمان ولا حتى وجود سياسي في البلد نعم يعني إحنا عوزيني فرق بين في الحقيقة يعني عدة شرائح في المجتمع الشريحة الأولى اللي هي اعتبرت الثورات أن هي يعني لم تأتي عليها إلا بمزيد أصد من الألام والمواجع إلى آخره والفئة الأخرى التي ترى أن هذا شيئا طبيعيا أنه يحدث في الثورات أنه يحصل لها انتكاسة ولم تكفر في الحقيقة بهذه الثورة ولم تعتبر أن هذا نهاية المطاف والدليل على ذلك أنه بعد عشر سنوات أو حداشر سنة من الجولة الأولى للربيع العربي يجتمع النخب مرة أخرى ويجتمع الشباب في اسطنبول ويعملوا على وضع أجندة جديدة للنزال مع هذه الأنظمة ولا بأس أن تأخذ عشر سنوات أخرى في مقابل التحرر في الحقيقة وبناء دولة دموقراطية يتم فيها تدول سلمي للسلطة تكفل لأبنائها العيش الكريم تكفل لهم الحرية تكفل لهم الصحة تكفل لهم التعليم لا بأس من ذلك طيب أستاذ حمد يعني بغض النظر عن نتائج الحراك العربي منذ 12 سنة هل ترى أن الشباب العربي كان صاحب دور مرئي فيما حصل في النهاية هناك حراك هناك نوع من الحركة في الحياة السياسية دعني أول أشير إلى أن لا بد من قراءة جديدة أو إعادة التعريف أول تعمق في دراسة ما هي السورات وما هي السورة لما حدث عن السورة فهي قوة ثقافية اجتماعية تقير الواقع ثم تسهم في فكر جديد لتأسيس واقع جديد ما حدث في الفترات السابقة إذا لم نستطع أن نقير الواقع تقيير جزري ونفرد السقافة بفكر جديد وتواضع على منهج جديد فهذا لا يسمى صر بطبيعة الحال هذه حركة قيرت واقع ثم انتكست مرة أخرى ما حدث في الفترات السابقة فهو واقع انتهى بسرعة لأسباب متعددة نحن في المنطقة العربية منطقة ضغطة منخفض بالثمارة تعودنا أن تهب علينا الرياح من كل جانب وهذا يؤشر إلى ضعف وجودنا والانتكاسة التي حدثت للمنطقة العربية من سنوات تاريخها الطويلة الممتد تختلف مع الأستاذ رضا بأنها لم تثمر الثمار المطلوبة وإنما حصلت انتكاسة بالتأكيد حصلت انتكاسة كبرى السورات لم تكتمل بعد ولم تقدم نموذج جديد باعتبار أن الذي كان خلفها ربما صاحب أجندة لما رأى أن في هذا التقيير واقع جديد بالتأكيد لا يتفق معه مسهبياً ولا عقدياً حتى انتكس مرة أخرى ثم ساهم في تقيير الواقع الذي جاد به السورات أنا سألتك أستاذ حمد بغض النظر عن النتائج ما مدى إسهام الشباب العربي في هذه الحركة العنيفة التي شهدتها المنطقة العربية؟ بالتأكيد كان نجاح مقطع النظر نجاح كبير للشباب للشباب يعني كيف ظهر هذا النجاح؟ ظهر الشباب في تحريك المجتمع نحن نستور على الواقع الكديم واحدث تقيير في أنظمة عاتية كانت تحكم البلدان العربية لسنوات تجاوز تسلسين عام وقيلة هذا الواقع فهذا يحسب في الإطار الحركة الإيجابية للشباب باعتبار قوة كاملة استطاع أن يقيل هذا الواقع طب هذا تغيير أنظمة وتغيير واقع كما تتفضل ربما لا يلتقي مع ما تفضلت بذكره قبل قريب أنها انتكاسة لم تغيير الواقع أنا ذكرت أنها قيلة الأنظمة ولكن لم نستطيع استقرارا أن نفرد فكرا جديدا وسقافة جديدة نسيطر بها على الواقع الجديد نحو تقيير المفاهيم نحو تأسيس نظم وآليات جديدة لإدارة الحياة ونمسح بها ونطمس بها ما كان من الواقع القديم والتي تحدث عن الأقفاهم فيما يتعلق بالتداول السلم من السلطة السقافة الديمقراطية من جديد والتعاون في كيفية إدارة إقامة دول تحكمها مؤسسات وليس أفراد هذا هو الواقع الذي نتحدث عنه والذي يمكن أن إذا استغلت الأوضاع أن نضع فكرا جديدا بآليات تشارك فيها كافة شرايح المجتمع ما فيهم الشباب طيب أستاذ رد أود إليك يعني الإحصاءات الدولية تتحدث عن أن نحو 30% من المجتمعات العربية هي من فئة الشباب بين يعني 16 عاما و 26 عاما السؤال هو يعني 100 مليون شاب عربي تقريبا هل هذه القوة الكبيرة قدمت كل ما لديها في الحراكة العربي الدائر أم ثم تمزيد برأيك هو في الحقيقة النسبة أكبر أكبر من ذلك لكن هو الشباب عمونا في العالم يعني بشكل عام وليس في العالم العربي فقط يعني أيضا إحصاءات تقول أن مشاركة الشباب في الحياة العامة في أحسن التقديرات اللي هي في النرويج مثلا على سبيل المثال 10% في الحقيقة يعني لما تجد تقارنها بنسبة الشباب في المجتمعات فهي نسبة متدنية للغاية يعني في المقابل نسبة الشباب في دول العالم النامي لكن دول أوروبا دول يعني دول عجوز يعني هنا تنتهر فيها يعني فئة الشباب هي من أقل الفئة المجتمعات آه منها عشان كيف أقولك أنه هو أعلى نسبة موجودة في النرويج 10% وبقية الدول هو دون ذلك بكثير فهو في الحقيقة أيضا يعني لا يتسق مع حجم الشباب في المقابل في دول العالم الثالث أو دول العالم النامي فيه إحصاءات تقول أنه يعني نسبة الشباب حسب طبعا تعريف سن الشباب يعني بيختلف من يعني من تعريف لآخر يعني لكن اللي هو تحديدا يعني من 15 عاما إلى 35 عام آه يقترب من 60% في الحقيقة يعني لكن نسبة المشاركة آه للشباب لا تتجاوز الـ 2% في الحقيقة يعني عربي يعني آه ومع ذلك في ظل هذا الاستبعاد أو الإقصاء لشريحة الشباب كان الشباب هم في الحقيقة الأسبق إلى الثورة مقارنة بالأجيال الأخرى يعني وبالتالي يبقى الرهان أيضا على الشباب يعني مرة أخرى رغم أنه هو استيعابه في المؤسسات الرسميا صح التعبير الرهان ماذا؟ ماذا يمكن أن يقدم الشباب العربي في المرحلة المقبلة؟ لا يستطيع أن يقدم الكثير يعني في الحقيقة يمكن المؤتمر لما عندما نأتي نتحدث عنه في المحور الأخير طبعا حتى في الحقيقة مؤسسة ميدان نفسها هي فكرة شبابية أصلا في الأساس يعني يبحث الشباب عن مخرج يبحث عن بدائل يبحث عن حلول لا يستسلم يعني وإحنا شوفنا حتى في الثورات الثورة الأمريكية الثورة الفرنسية الثورة الروسية حدثت انتكاسات كبيرة جدا لكنه الأجيال لم تستسلم لهذه الانتكاسات وأعادت الكرة مرة أخرى هو اليوم حتى في عالمنا العربي الأنظمة لماذا يعني ثورات الربيع العربي ما زالت تمثل نوع من الكابوس وكثير من الزعماء في دولنا العربية يذكروا يعني ثورات الربيع العربي بشيء من الهلع والخوف آخرهم يعني يمكن في مصر مثل على سبيل المثال الأسيسي دائما وأبدا يتحدث عن أنه ما حدث في 25 يناير لن يحدث مرة أخرى فالهاجس موجود لأنه يعرف أنه خلاص خبرة التاريخ بتقول أنه كل الثورات في الحقيقة التي قامت انغرست في نفوس من قاموا بها خلاص ما هيش كانت نوع من الانتفاضة اللي هي أخذت وقتها وانتهت وبالتالي عودت الشباب للواجهة مرة أخرى ليبحثوا في طروحات جديدة أفكار جديدة وسائل جديدة بحيث أن هم يعيدوا الكرة مرة أخرى ده بينبئنا في الحقيقة بأنه الصراع في الحقيقة لم ينتهي يعني كما قال الكثير من المتحدثين نحن نعتقد أنه ثورات الربيع العربي ما زالت في بدايتها وليست في يعني وبالتالي تثبيت الصورة على بعض المشاهد من المراحل الانتقالية واعتبار أنه الثورة انهزمت لو كانت الثورة المضادة أيضا تكلمت بنفس المنطق واعتبرت أن الأمور انتهت ودانت للآخرين ما عادوا الكرة علينا مرة أخرى فلماذا نعطيهم الحق في أنهم يعيدوا الكرة على الثورة التي قامت ولا نعطي لأنفسنا هذا الحق ونعتبر أن الثورة انتهت بالهزمة في الحقيقة الثورة لم تنهزم الثورة خلقت روحا جديدا يعني صعدت يعني قوة جديدة في الحياة في المجتمع قادرة على أن هي تعيد القرة يعني مرة أخرى لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورات الربيع العربية طيب ابني على ما تفضلت به أستاذ حمد يعني ذكر أن 2% نسبة المشاركة الشبابية في العالم العربي بالرغم أن نسبتهم من مجموعة السكان 60% طيب وأن الحكومات استوعبتهم أو دجنتهم في مؤسسات حكومية كيف يمكن تفعيل هذه الطاقة الكبيرة وأنت تعرف أن الأنظمة ما زالت غيرت أشخاص لكن الأنظمة ما زالت وقد أقررت في مستهل الحلقة بأن هناك انتكاسة كيف يمكن تفعيل هذه الطاقة الشبابية الكبيرة بحيث لا تنصرف عن صلب الأحداث إلى اهتمامات جانبية كما يحصل في هذه الأيام وشو بطبيعة الحال النظم عندنا في المنطقة العربية سواء كان الدراسية أو حتى الاجتماعية التي خلفها للإستعمار هي قائمة على تذيين الشباب ولم تتغير هذه النظرية بعد وما دلنا حتى الآن نحن بفكر جديد نبحث عن نسبة مشاركة الشباب على المستوى العام وهذا ليس صحيح نحن نحن تقول لشباب يصنع حياء ويقدم منظور جديد لإذارة الحياة يسهم في التنبية يسهم في الثقافة يسهم في الفكر يسهم في التوضم التكنولوجي يسهم في السياسة حتى إذا لم نستطع أن نصنع أجيال من الشباب بهذا المستوى نكسر بهم هذا الحصار القديم المقصود والمعد من قبل الاستعمار لن نجد أي مشاركة حتى ونسبة 1% لكن السؤال الأصعب الآن هو كيف وهذا ما سألتك عنه كيف يمكن تفعيل هذه الطاقات يعني تبدو أنها مبددة الشباب النخب العربية الذي قام في مصر قام في سوريا قام في العراق حتى في ليبيا الآن هو في بلاد المهجر يبحث عن تأمين حياته يعني كيف يمكن إعادة لحمة هذا الشباب باتجاه مشروع واحد ما هو قيابة التنمية وقيابة المشاركة وقيابة الاهتمام دفع الشباب للهجرة الخارجة المنطقة العربية حتى البلدان التي لديها إمكانات مادية ضخمة لم تستطيع أن تقدم أي مشروعات تنمية في البلدان الفغيرة في المنطقة العربية من أجل صناعة مجتمعات ويصنعات مجتمعات في استغرار اقتصادي بالتأكيد سيخرج منها جيل جديد بمفهوم جديد لكن ما تزال هذه البلدان بهذا الفغر الاقتصادي والفغر الاجتماعي والفغر السقافي لن تستطيع أن تفرز أجيال جديدة لإدارة الحياة الآن ما يزال الشباب نفسهم معاون من صعوبات عديدة جدا هي صعوبات التنمية وصعوبات التوظيف طيب ما رأيك أن نؤجل هذا الحديث لموضوع التحديات الذي سنبحثه بعد الفاصل وقفة قصيرة تتبعه وعودة لاستئناف الحديث فابقوا معنا اشتركوا في القناة سبعة، اثنين، سبعة وعلى مدار النايل ساك اعتبارا من الأول من شباط عام الفين واثنين وعشرين وأن البث على نظام أزدي سيتم إيقافه في الثامن والعشرين من شباط عام الفين واثنين وعشرين أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن الشباب العربي والتغيير والتغيير ونبحث في هذا الجزء التحديات على الطريق أستاذ رضا ثمة من الكتاب والمعلقين المراقبين لما يجري في المنطقة العربية يتحدث يغمز من قناة الشباب العربي بأنه تعوزه بعض المهارات التي تؤهله للبقاء واقفا في وجه حملات القمع العاتية أو حملات ما يسمى بالثورة المضادة إلى أي مدى تتفق مع هذا؟ وإذا كان الأول كذلك ما طبيعة هذه المهارات؟ أختلف تماما مع هذا الطرح في الحقيقة الشباب عندهم تحديات بس من نوع آخر يعني التحديات التي تواجه الشباب اليوم واحد مرتبطة بحالة التشرذم التي ضربت بقوة يعني النخب والمثقفين والجماعات والمنظمات المختلفة حالة التشرذم هذه ألقت لا شك بظلالها السلبية على الحالة العامة للحراك يعني جعلت كثير من الشباب في الحقيقة يعزف عن المشاركة مرة أخرى في أي فعاليات أو يستجيب لأي نداءات من شأنها أن هي يعني تدفع بحراك جديد لنتيجة لحالة التشرذم الموجودة فأنا أعتقد أن هذا التحدي رقم واحد التحدي رقم اثنين مرتبط في الحقيقة بأنه الدول بعض الدول في المنطقة التي خشيت من انتقال عدوى الثورات إليها اتحدت مع الأنظمة التي انقلبت على الثورات للحيلولة دون انتاج الثورة في المنطقة مرة أخرى وبالتالي الهجمة شرسة التضييق على هؤلاء الشباب حتى وهم في المهجر تضييق شديد جدا يلاحقون بأشكال مختلفة يعني استهدافهم في حملات إعلامية منظمة التضييق عليهم في معاشاتهم في أرزقهم في حتى استكمال دراستهم لكن مع ذلك يعني قصدي الشباب مستمر في السعي ايه لتحقيق أهدافه يعني التحدي التالت أنا برأيي هو يعني سقوط بعض الرمزيات التي كانت موجودة والتي كان لها إسهامات كبيرة في الجولة الأولى لكنها انتكست أو يعني انهزمت بمعنى أصح نفسيا ويعني خلاص يعني ألقت يعني بزي ما بقول يعني إيه يعني ألقت بنفسها في المربع الآخر أو قررت أن هي تعمل تحت السقف يعني مرة أخرى كما لو أنه يعني إيه العودة إلى ما قبل يعني الربيع العربي كما يقال في مصر ولا يوم من أيامك يا مبارك بعض النخب في الحقيقة يعني دخلت فيه يعني هذا النفق المظلم أيضا الشباب عندهم تحديات مرتبطة بالإمكانات يعني قصدي الإمكانات والأدوات من صح التعبير لكن هما يعني في المقابل أغلبهم يعني لو جينا نقارنهم بالأجيال اللي هي الجيلة زي حاليتي أو الأجيال اللي سبقتني أو اللي بعدي فيما يتعلق بالقدرات الشخصية لا شك هم متفوقين علينا بشكل كبير هما يعني يعني توفرت لهم سياقات في الحقيقة يعني مختلفة عندنا مكنتهم أن نحصلوا على يعني بعض المعارفة بعض العلوم اللي هي كانت بالنسبة لنا في يعني في وقتنا احنا كانت يعني يعني صعبة جدا يعني وبالتالي أنا بشوف أنه لا الشباب من حيث القماشة بتاعت الشباب اليوم مقرناتا بينا لا متفوق علينا بشكل كبير جدا في الحقيقة في سياق الحديث عن التحديات أستاذ حامد ثم تمنير أن ما حصل في مصر من انقلاب على إرادة الشعب وكذلك الأمر تبعتها تونس ونحن نشهد اليوم ما يحصل فيها كذلك الأمر في سوريا هذه الانتكاسة كما اسميتها في مستهل الحلقة وراءها في حديث عن المهارات نقص في مهارة العمل أو التنظيم السياسي لدى شريحة الشباب التي قادت الحراك والانتفاضة العربية إلى أي مدى تتفق ولماذا غاب هذا الوعي أنا أعلق لكلام الأخفهمي في جملة التحديات التي تواجهها الشباب العربي أنا في اعتقاد التحدي الأول هو تحدي التعليم سواء كان تعليم عام أو تعليم عالي حتى بعض الدول المادة تدال تعاني فرص تعليم عالي لأبنائها وهناك فاغ التربية بسبب هذه الفرص التحدي الثاني هو تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية قيام مشروعات التنمية التي تقدم لشباب التنمية على مستوى الشخصي على المستوى العام الذي يفرز المهارات في الإنتاج نفسه التحدي الثالث هو التحدي الانتماء السياسي ودفي داخله تكمن تحدي الصدمة اللي ممكن نسميه تحدي الصدمة اللي هو صدمة الشباب المستمرة في الواقع السياسي التي أفضته هذه الحزاب سواء كان يسار أو يمين ولم تستطيع أن تقدم لهؤلاء الشباب فكري جديد يستوعب هذه الطاقات وهذا كله يقودك إلى غياب المهارات على المستوى العام سواء كان في التنمية السياسية أو على مستوى التنمية الاقتصادية والإنتاج وتنمية المهارات كل هذه العوامل المتحدة فيما يتعلق بالتحديات دفعت الشباب العربي إلى هذا التراجع الكبير أنا أفتكر المهارات إذا توفرت البيئة المناسبة التي تتجاوز هذه التحديات بيئة التنمية وبيئة التطور الثقافي والتطور الاجتماعي وتطور التكنولوجي يمكن للشباب أن تنمو فيهم هذه المهارات لكن الحديث اليوم أستاذ حامد ليس عن إمكانية توفر هذه البيئة حتى ينعم الشباب العربي وإنما الحديث عن كيف يمكن للشباب العربي أن يوفر هو هذه البيئة يوفر هو هذه البيئة هذه مرتبطة بالاستقرار السياسي للبلدان يدبع ذلك الاستقرار السياسي تنمية اقتصادية واجتماعية وتصهر في مشروعات هذه التنمية تقدم لهم إمكانات التطور على المستوى الشخصي والذاتي ما يدفع إلى النماء في مجالات المهار المتعددة ولكن بدون استقرار اقتصادي بدون استقرار السياسي بدون توافق على كيفية دارة البلدان بدون أي مجالات بتاعة التنمية لتكون لك مهارات ليس تكون مهارات فردية ولكن تستفيد منها بلدان أخرى كالهجر التي تحدث الآن الشباب لديهم مهارات عديدة جدا ولكنها كامنة بسبب قياب هذه الامكانات شبابنا الآن في غربة في أمريكا في كندا حتى على مستوى دول الإقليم الآن موجودين لأنه هناك البدل توفر لهم هذه الامكانات حتى يمكن أن تخرج فيهم هذه الابداعات وهذه المهارات أبقى معك أني تحدثت عن المهارات الكثيرة التي يمتلكها الشباب العربي لكن المهارة الأهم يعوزها وهي مهارة إدارة الصراع مع من يفترض أنه عدوه في معركة التغيير هذه يفتقدها بالتالي هذا ما أدى إلى ما وصفته انتكاسة صحيح بتأكيد طبعا لماذا غابت المهارة لعمل السياسي عند الشباب العربي هي لا يمكن تسميها مهارة بغدر ما هي قياب رؤية كلية لإدارة الصراع السياسي وهذه لا يستتحمل مسؤوليتها فقط مسؤولية شريحة الشباب فيها شريحة مجتمعية متكاملة وهي قياب لممارسة راشدة داخل مجتمعاتنا سنوات طويلة جدا وليس حديثة يعني نحن مجتمع متخلف في المجال بتاع الممارسة السياسية وهناك أحزاب تسلطت على الوجود السياسي سنوات طويلة جدا وهذا ما يزال الشباب يقاوموا هذا الواقع المرير فبالتالي لا يمكن تسميه مهارة بقدر ما هو محاورة الصراع لإثبات وجود في المقام الأول ومن ثم تبرز مهارة فرض هذه الرؤية الجديدة بهذه القدرة التي يمكن من تلكها الشباب طيب السيد الرضا هناك أسئلة مطروحة في الشارع العربي ثم تمن يقول بأن الشباب في كل الدول العربية التي شهدت انتفاضة يعني خرج تعبير عن حالة احتقان شديد من غير الرؤية من غير هدف واضح وإنما غلبت عليه الحالة الحماسية وأنه يريد التغيير كيفما تفق من غير أن يكون هناك هدف واضح لما بعد التغيير إلى أي مدى تتفق أو ترفض هذا الطرح تمام يعني دعنا حتى نسلم بهذا الطرح من من النخب كان عنده هذه الرؤية وهذا التصور الذي نطلب من الشباب أنه يكون عندهم وفي الحقيقة الشباب حين قام بالثورة كان يدرك جيدا يعني ما الذي يريده هدمه يعني إن صح التعبير نعم ما كانش عنده التصور البديل اللي هو ما الذي يريد بناءه يعني وأيضا وكذلك النخب لكن اليوم في الحقيقة من المتصدر لمشاريع التغيير في المنطقة وفي الحقيقة هم شريحة فئة الشباب مش حد آخر يعني إحنا اليوم لو جينا نبحث حتى في الحركات التي قامت على أكتفها الثورة سواء كانت يعني جماعات إسلامية طيارات إسلامية أو أحزاب يسرية أو حتى حركات يعني يعني ناصرية إلى آخره كلها في الحقيقة اختفت من المشهد على مدارة عشر سنوات أداءها كان أداء متواضع جدا 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 وظل الشباب في الحقيقة هو الذي يحمل عبء التغيير كما حمله في الجولة الأولى وبعدين أتت هذه الكينات والأحزاب من بعيد ويعني قفزت على المتغير الذي أحدثه هؤلاء الشباب اليوم أيضا الشباب يعودون مرة أخرى وهم الذين يحملون شعلت يعني مشروع التغيير أصدي في نسخته الجديد أنا برأيي إذا أردنا للشباب أن هم يصنعوا حالة من جديد عندنا في عجلة سريعة خمس أشياء ينبغي في الحقيقة نمر واحد أن نؤمن بأن هذا الشباب هو القادر والمؤهل على حمل في الحقيقة يعني مشروع التغيير للعشر سنوات القادمة الأمر الثاني أن إحنا نكف يعني أو نقلل من الوصايا على هؤلاء الشباب على اعتبار أن النخب يعني ما شاء الله يعني قدمت نموذج النخب لم تقدم شيئا في الحقيقة حتى يعني تستعلي بها على الشباب وتعتبر النفسها أن هي مرجعية لهؤلاء الشباب فالتقليل من فكرة الأبوية يعني أو أن هو هناك أطراف أخرى هي مظلة لهؤلاء الشباب والشباب يعملوا يعني أصدي من تحتها الأمر في الحقيقة يعني أصدي ليس كذلك يعني الأمر الثالث الواقع بيقول يعني شيء مختلف تماما من الذي في الحقيقة يعني خطط ورتب وتواصل وأنجز يعني هذا المؤتمر الأخير الذي سنأتي عنه هو في الحقيقة الشباب إحنا كنا مدووين يعني أصدي مثلنا مثل الآخرين فهم التغيير لكن دعني يعني يعني قبل أن تكمل الخمسة الأشياء يعني الآن مثلا ما يحصل في تونس نضرب مثلا تونس يعني هناك التونسيون يقولون بأن هناك انقلاب واضح على الدستور وعلى إرادة الشعب التونسي أين الشباب مما يحصل يعني هذا ربما يعودون بنا إلى المربع الأول بأن الشباب لا يمتلك رؤية ولا هدفا ولا وسائل للتعامل مع السلطات لا هو السؤال لماذا غادرت يعني غادر هؤلاء الشباب يعني الكينات التي كانوا ينتسبون إليها في السابق لأنهم في الحقيقة كان لديهم رؤى مغايرة لكن أصواتهم كانت مقموعة داخل هذه الكينات والمؤسسات وبالتالي حين ظهرت المآلات والنتائج تجد أنه كثير من الشباب في الحقيقة انفض عن هذه الكينات وهذه المؤسسات بأعداد يعني كبيرة جدا وجوز الكبير منهم كان حاضر في الحقيقة في هذا المؤتمر وهو يقيم في حالة من حالات المرارة موجودة لأنه تم إقصاء الشباب فيما يتعلق بدوائر صنع القرارة ماذا أصنع أنا كشاب في ظل منظومة تقمع الرأي الآخر أو تحيده أو تضيق عليه ثم يأتوا بعد ذلك ويقولون أين الشباب الشباب في الحقيقة كان حاضر وكان عنده طروحاته لكن لم يكن أحد يستمع لهؤلاء الشباب أنا أعتقد أنه أنا الأوان أنه هو نستمع لهؤلاء الشباب وأنه هو يحصل يعني نوع من التشارك بس بنسب معقولة يعني إيه بنسب معقولة يعني يصبح الشباب يعني طبعا أنا لا أزايد هنا يعني طبعا في كسب ما أود أصدي أحد لكن أقول ما أراه يعني مناسبا لهذه المرحلة أنا رأيي أن الحضور الشباب لا بد أن يكون الثلثان مقابل الثلث ثلث الخبرات وثلث الثلث الطاقة والقوة والفعل على الأرض ومعدلات الإنجاز والثورة بحاجة إلى هذه الطاقة لكن النخب ظلت على مدار عشر سنوات تنظر ثم تنظر ثم تنظر مؤتمر فمؤتمر فمؤتمر فأوراكوة في الآخر المحصلة كما نرها اليوم على سيرة المؤتمر سنتحدث عن المؤتمر الذي شهدته مدينة إسطنبول بعد الفاصل وقفة أخيرة وتأتيكم بعدها بقية الحلقة فابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا بكم أستاذ رضا مؤسسة ميدان التي أنت رئيسها أشرفت على مؤتمر الشباب للتغيير في إسطنبول حقيقة فكرة لافتة أن يجتمع الشباب العربي من كل أقطار العرب في جغرافيا غير عربية خارج الدولة العربية لطرح قضية تمس مستقبل الوطن العربي ما جوهر هذه الفكرة وما الهدف الجوهر الذي سعد إلى تحقيقه الحقيقة أن هذه الفكرة كانت من نتاج أفكار أحد الشباب الموجودين معنا في مؤسسة ميدان كان لديه تصور بأن أحد إشكاليات الربيع العربي أنه لم يحدث في الحقيقة تواصل ينتج عنه نوع من تبادل خبرات من الوقوف على بعض النقاط الضعفة محاولة تقوياتها تبادل معلومات محاولة تقديم بعض المعارف والعلوم والأفكار التي تقوي القوى الثورية في الأكتار المختلفة وأن فكرة القطرية وأن كل قطر منغرق على نفسه أضررت بكل الثورات وبالتالي لماذا لا نقيم مؤتمر يجمع كل الذين شاركوا في ثورات الربيع العربي وخاصة من شريحة الشباب مش على قاعدة في الحقيقة استبعاد كبار السن لكن على قاعدة أن أصحاب الهم الواحد كما يقولون نصح التعبير فالفكرة تم نقشتها ودراستها وإنضجها والآخر وفي الحقيقة وصلنا مع أطراف مختلفة سواء داخل تركيا أو خارج تركيا من دول الثورات وعرضنا عليهم الفكرة فالغالبية استحسنوها واعتبروا أن هذه الفكرة التي أتت متأخرة جدا لكن أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي فحصل اجتماعات على مدار ثلاثة أشهر كاملة بين المكونات المختلفة لوضع التصور لهذا المؤتمر فالفكرة وإن كانت في الحقيقة خرجت بالأساس من مؤسسة ميدان لكن شارك في إنضجها ما لا يقل عن سبع أو سمانية أقطار عربية بعضها حصل فيها ثورات والبعض الأخر حصل فيها حراك لم يرقى لدرجة الثورة فكان المنتج الأخير هذا المؤتمر نتيجة لهذا العمل المتواصل لقرابة ثلاثة أشهر متواصلة طيب أستاذ حمد برأيك ما القيمة العملية التي يمكن لمثل هذه المؤتمرات أن تضيفها أو تضيفها إلى الحراكة العربي أنا مع تقديري وتقييم الإنعقاد مثل هذه المؤتمرات وأحيي لك فهمي وأخروني على قيام هذا المؤتمر القيمة هي ممكن تقدم معرفة للشباب جديدة ومساحة لإبداء الآراء وصناعة أفكار جديدة تقدم قضية الشباب لكن أشير إلى أننا ما زلنا في مجتمعات العربية متخلفة وفيها قياب وعي سياسي كبير جدا وفيها العدام كامل للحريات يعني مستهد المؤتمرات كان يمكن أن تعقد في البلدان العربية أنا شاب مغربي أو تونسي أو سوداني أو حتى مصري هل من الأفضل أن ناقش قضيتي في ميداني في بلدان في بلدي أم أو ناقشها في بلدان أخرى بطبيعة الحال هذا غير ممكن أنا أتكلم عن أنه في العدام للحريات أتكلم عن بلدان متخلفة ما فيها ممارسة حقيقة فهذه مشكلة الاتحادية التي تواجهها الشباب أنا أخرج من المغرب العربية أو من تونس أو من مصري عشان أو ناقش قضية في اسطنبول كان الأفضل أن ناقش في الرباط أو في الخرطوب أو في القاهرة لكن لأنه في العدام كامل للحريات وفي تسلط من الأنظمة الموجودة حاليا تفقد الشباب أدنى مستويات الحقوق والحريات في النمارس حتى دوري في المجتمع يعني فهذه القضية الأساسية لكن هذه تقدم وعي جديد تقدم منظور معرف جديد للشباب يمكن أن يكتسبوا هذه المعارف واتصاغهم من مجتمعات أخرى تضيف لهم فينا معارفهم السياسية يعني ربما في هذه المرحلة ليس هناك أهم من سلاح الوعي لدى الشباب العربي وهذه تساهم في سنة الوعي صناعة الوعي طبعا مهمة في أنك تدرك تحدياتك وما هي مشروعاتك المطلوبة لك مصابلة طيب أستاذ رضا قد يسأل سائل أنه ماذا يمكن لشباب عربي يعيش مغترب يبحث عن تأمين حياته ولو بالحد الأدنى ومطارب في بلاده لا يمكنه أن يدخلها يعني ماذا يمكن أن يفعل في معركة التغيير العنيفة والخشنة مع الأنظمة العربية هو بس الإشكالية في الحقيقة أن الناس تنظر للشاب العربي كما لو أنه يعني استغفر الله يعني كما لو أنه بهيمة يعني يعني يعيش ليأكل ويشرب لا الحقيقة هؤلاء الشباب أصحاب قضايا في الحقيقة قضايا كبرى يعني يعني عندهم ما هو أهم من فكرة الأكل والشرب والاستقرار العائلي والأسر لا عندهم هم من نوع من نوع آخر فاللي عنده هم من نوع آخر بيستصغر مثل هذه الصعوبات التي تمر أمامه في حياته أي أن كان حجم هذه الصعوبات لكن في النهاية كما يعني هذه الأسئلة موجودة يعني ملاحق ومطارد وخارج الديار العربية ماذا يمكن أن يفعل في مثل هذه الحالة من عن بعد؟ آه يعني ما إحنا كما رأينا في هذا المؤتمر المؤتمر ده في الحقيقة إحنا كان عندنا هدف أنه ما يتحولش إلى مكلمة يعني أصد الناس تأتي فتقوله كلاما وبعدين تذهب وكأن شيئا لم يحدث كحال كثير من المؤتمرات كحال كثير من المؤتمرات وبالتالي المؤتمر قبل أن يبدأ إحنا كان عندنا في الحقيقة أهداف واضحة منه يعني الهدف الأول أن إحنا كنا حابين نعمل يعني إطار إن صح التعبير في البداية يعني إطار تنسيقي على مستوين مستوى نخبوي اللي هو فيه مثلا بعض رؤساء الوفود الذين حضروا والمستوى الآخر مستوى الشباب الهدف منه في البداية في الحقيقة يعني بناء جدار من الثقة بين الكتل الثورية بين قوسين يعني في البلدان المختلفة وبمرور الوقت في الحقيقة يحدث يعني وضع يعني أجندة يعني أصدي للتعاون للتشارك لتبادل الخبرات إلى آخره وبين يعني هؤلاء يعني هذه البلدان بعض وبعض وبالتالي المؤتمر خلص إلى ثلاث أشياء الأمر الأول هو تتشين منتدى الربيع العربي والهدف منه في الحقيقة أنه يبقى التواصل بين هذه الأقطار يعني على مدار العام بحيث عندما تأتي المناسبة في العام التالي يصبح هناك كرصيد في الحقيقة من الخبرات والأعمال المشتركة تقدم للمؤتمر بحيث أنه في الحقيقة يصبح حافزا يعني لمزيد من التوسع في أكتر أخرى وتشجع في الحقيقة الآخرين يعني أنهم يحزوا حزوا هذا المؤتمر فده النقطة الثانية تنسيقية يعني شبابية معنية بمعالجة القضايا الخاصة بشباب الربيع العربي انصح التعبير وخاصة الشباب المنخرطة في عملية التغيير يعني كما قضايا خاصة مثل ماذا؟ قضايا خاصة بتطوير الذات قضايا خاصة بالحصول على بعض الدرجات العلمية مجستير دكتوراء إلى أخره وفي الحقيقة احنا في ميدان قطعنا شرط لا بأس به في هذه المساحة يعني الأمر الثالث أنه يعني البدء فيه عمل مشترك حتى ولو كان صغير وبالتالي هناك منصة إعلامية يعني خرجت يعني أطلقت على اسم إرادة يعني تعبر عن هذا المؤتمر والمضامينة التي يعني طرحت فيه وأيضا الأوراق الثلاثة عشر التي نقشت على مدار الثلاثة أيام معروف أنه كل قطر قدم ورقة فيها نوع من تقييم التجربة داخل القطر بتاعه فيها استشراف للمستقبل فيها خطط وبرامج للوصول إلى الأهداف المرجوة فبالتالي يعني المؤتمر في هذه المرة شكل مختلف أنا حضرت في الحقيقة العشرات من المؤتمرات يعني يعني في أغلبها كانت خلص ينتهي الحدث بانتهاء المؤتمر لا اليوم نحن أمام مؤتمر بشكل مختلف يبدأ الحدث عند انتهاء المؤتمر سأعود إليك بشأن المؤتمر أستاذ حامد يعني فكرة طموحة تجميع الشباب العربي حول فكرة واحدة وهي قضية التغيير وهي ما يسمى بالربيع العربي الآن من الناحية العملية هل يمكن تجميع الشباب العربي في المغترب في جسم أو هيئة واحدة لوضع مشروع في عملية المواجهة مع الأنظمة؟ طبعا عملية أو كلمة تجميع الشباب العربي كليا كلمة فطفاضة مستحيل ذلك النخب الممثل بالتأكيد لا تجمعهم فكرة واحدة ولا تجمعهم حزب واحد ولا تجمعهم رؤية واحدة وذلك أفكار متعددة أحزاب متعددة انتماءات متعددة ولكن أن نجمع من لديهم الرقبة والنشاط والهمة والعزيمة في التغيير أي أن كان حتى لو كانوا تحت انتماءات مختلفة ولكن هدفهم الواحد هو التغيير والتغيير بمعناه الواسع التغيير مضامين الواقع الحالي إلى واقع أفضل يلتقي عند ذلك كل الشباب في فكرة التغيير يمكن ذلك وسهل ويمكن أن نسعى إليه لأنه هذا نشاط طبيعي وحق مشروع فأن نعمل ذلك حتى لو خارج الحدود العربية في دول أخرى طالما هو متاح النسوي من هذه المساحة لتجميع الشباب حول هذه الفكرة هذا صعب ولكنه غير مستحيل يجب أن نسعى إليه هل يمكن الشباب العربي في الغربة أي بلد غريب كان خاصة وازن مثل تركيا مثل بعض الدول الأوروبية أن يتحول إلى لوبي ضاغط على صانع القرار في الدول العربية في إطار الصراع على التغيير بالتأكيد ممكن طبعا وهذه تجارب كثيرة حدثت من قبل في هذا الجانب والتغييرات الداخلية بالتأكيد تصنع من الخارج في كثير من البلدان العربية إذا استطعنا أن نجمع هؤلاء الشباب نحو عملية التغيير ويجب أن ننظر إليه ليس عملية التغيير نظام فقط لأنه إذا غير النظام كما حدث في الرواي العربي وفي المصر جاء عبر صندوق الانتخابات ولكن عنده الدولية والمصالح لم تسبح لهم بالإستمرار أكثر من عام فبالتالي نحن نسعى إلى تقيير جزري في واقع مجتمعاتنا وهذا يحتاج إلى مجهود داخلي داخل مجتمعاتنا أنا لا أتحدث زائما عن شريحة واحدة في المجتمع إذا لم نستطيع أن نصنع مجتمعات متكاملة فيها الرؤى الكلية وفيها القناعات وفيها المساح هذا ما يحدث الفرق الذي يحدث بينها بالمجتمعات الغربية ونالك مجتمعات ليس نقب مجتمعات تخرج منها الحكومة ولكن تدير المجتمعات الحكومات إذا لم نستطيع أن نصنع مجتمعات لا نستطيع أن نصنع شريحة واحدة من شريحة الشباب وإذا لم نستطيع أن نصنع مجتمع بالتأكيد لا نصنع حكومات راشدة تدير البلدان ولا نصنع حقوق لذلك لذلك لا بد أن نسعى إلى تقيير جزري والشباب يكون واحدة من الشريحة التي تصنع هذا الواقع طيب أختم معك أستاذ رضا ما الخطوة المقبلة بالنسبة للشباب العربي والمؤتمر الذي شهدته إسطنبول قبل أيام الخطوة المقبلة بوضوح شديد الآن الشباب الذين حضروا هذا المؤتمر هم عاكفون على وضع خطة في البداية ربما تستغرق العام الأول يعني من الآن إلى العام القادم اللي هو سيحدث فيه المؤتمر الثاني إن صح التعبير هم عاكفين الآن أما جالسين الآن أثناء ما الحلقة شغل شغلين على هذا الوضع لا شك إن هو كل قطر عنده تصوره الخاص يعني عاوز أقول إيه هناك مشتركات بين الثورات كلها لكن طبعا هناك الخصوصية يعني المرتبطة بكل قطر على حدا فالأقطار كلها عندها تصورات الشباب المصري عنده تصور الشباب التونس عنده تصور الشباب اللي بي عنده تصور لكن هو التحدي إزاي إحنا إنه نشتغل إحنا في القواسم المشتركة وهي كثيرة وهي كثيرة طبعا لا شك يعني لا خلاف وبالتالي هو ما يشغل هؤلاء الشباب الآن هو وضع أجندة مضتها عام من الآن وحتى المناسبة القادمة بحيث أنهما في الحقيقة يقدموا في العام القادم كشف إحساب لما تم إنجازه خلال يعني هذه الفترة البيانية كل التوفيق لكم حيكونوا شكرا ختاما مشاهدية كرام أشكر ضيفية الكريمين الأستاذ رضا فهمي رئيس مؤسسة ميدان والأستاذ حامد ممتاز وزير الحكم الاتحادي الأسماق في السودان وكل الشكر لكم على حسن المتابعة دمتم في حراسة الله اشتركوا في القناة